اشتركوا في القناة منها ما كان يحتاج الى جهد منها ما كان يحتاج الى عقل وتفكير ومنها ما كان يمتزج بين الامرين يحتاج الى جهد وتفكير بعد سنين عديدة بين نجاح بمشروع معين واخفاق بمشروع اخر مع تعرض لخسارات كثيرة و مشاكل كثيرة نتيجة العمل التقليدي بسبب طبعا طبيعة العمل والتحديات والتقلبات في الاسعار والاوضاع العامة التي تعيشها منطقتنا العربية اكملت دراستي الجامعية كمهندس ودخلت العمل الوظيفي اللي حقيقة يعتبر من اكبر الاهداف والاحلام اللي تربينا عليها في بيئتنا السادة بان الوظيفة هي حلم لابد من تحقيقه وبسبب هذا الحلم الكبير والهدف الكبير تركت جميع الاعمال التجارية كونها تتعارض مع الالتزامات الوظيفية طبعا خلال مسيرة الوظيفة الحمد لله نجحت وحققت نجاحات كبيرة وتفوق على اقراني في مجال عملي كوني كنت مهتم بالانجاز الافضل ويكون عملي على وجه الافضل ودائما عندي سمة التطوير والتحسين المستمر لذلك الحمد لله حققت كثير من النجاحات بل كثير من المشاريع اللي انجزتها لازال لها اثر كبير في الاماكن اللي شغلتها وشغلت كثير من مناصب والدرجات الوظيفة المرموقة على المستوى الوظيفي بل احيانا وكثيرا ما رشحت الى شغل مناصب لمدير دائرة في اكثر من قطاع مختلف في مجال العمل مسيرة الوظيفة اللي تجاوز الثمانية عشر سنة خلال هذه الفترة عرضت علي كثير من الاعمال التجارية مختلفة ووجدت في نفسي رفض شديد لأسباب كثيرة منها ما يكون بسبب فكري انه احنا مستقرين والوضعنا المادي جيد واحنا في ظل الامان الوظيفي وحادية الدخل بالنسبة انه شيء جيد خاص انه الدخل كان يعتبر مجزي وجيد بالنسبة الاقراني وبسبب امور نفسية هي عدم الخروج من منطقة الراحل اللي تعتبر من اكبر العوائق امام اي مشروع ذكي وعادات كثيرة حقيقة تحول دون التفكير اصلا بهذا المشاريع وتنوع مصادر الدخل خاصة ان الراتب كان مزي وكموظف مستقر ماديا لكن الدخل يتناسب مع كون موظف ذو دخل محدود ولا يتناسب مع شخص صاحب احلام وطموحات كبيرة بعد هذا التاريخ الحافل بالانجازات وقصص جميلة تعرض البلد الى انهيار امني بسبب الحرب مع اصابات داعش الارهابية هذا حدث طبعا خلال عام 2014 الامر الذي ادى الى انهيار كل المنظومات في منطقتنا منها الشركات والاعمال وادى بالمحصل انقطاع الراتب الوظيف لمدة ثلاثة اشهر فقط تخيلوا يا اخوان ثلاثة اشهر فقط جلدت لي كثير من الحقاء وازالت عني كثير من الامر اللي كنت معتمد عليها وكنت واقف بظني على ارض ثابتة اللي هو استقرار الوظيفي والامان الوظيفي وانه انا في منأة وبعد عن انه الانسان يكون في يوم ما مديون فتحولت في ثلاثة اشهر فقط من شخص مستقر ومتنعم ماديا الى شخص مديون بمبلغ يتجاوز ضعف راتبي الوظيف المرموق وضع خطوط كثيرة تحت المرموق تخيل ثلاثة اشهر غيرت عندي كل التصورات وغيرت عندي كثير من الافكار اللي فتحت لي ابوابا جديدة تغيير حياتي الافضل وهكذا بدأت حقبة جديدة من حياتي حاوت الكثير من القصص الجميلة والمنعطفات اللي غيرت حياتي الافضل واتمنى من الجميع الاستفادة منه لان السعيد كما يقال منو عظب غيري ان شاء الله في الجزء الثاني في المقطع الثاني راح نتكلم عن اكمال القصة وكيف بدأت مع قصة جديدة ومنطلق جديد غير حياتي الافضل تابعوا معي البداية مع مشروع غير حياتي حقيقة في منتصف العام 2014 احد الاستقاء المقربين عرض علي فكرة منتجات طبيعية وعضوية ذات اثر صحي لشركة عالمية وانا في وقت كنت مصاب بالقلون والقرحة النازفة بسبب طبيعة الارهاق والجهد اللي اقوم بي وطبيعة المهام اللي كنت موكلة الي بحكم طبيعة عمل والتزاماتي وفي وقت كنت مسؤول لشعبة السلامة والصحة والبيئة وكان احد قطاعات السلامة والصحة والبيئة كانت الرعاية الصحية اللي تعناه بالجانب الصحي الطبي فكانت ادوية وعلاحجات القولون والقرحة النازفة ملازمة لي في حلي وترحالي فلما نعرض الاخ المقرب اللي كان من احد الثقات واحد الاصدقاء المقربين وعجبت كثيرا بكون المنتج طبيعي وذو اثر صحي كوني انا مهتم جدا بالمنتجات الطبيعية والاعشاب لكن حقيقة ما حققت الاثر الصحي لقلة جودة الاعشاب الموجودة وضعف نتاجها بنفس اللحظة حقيقة لما تكلم لي الاخ عن المنتج واثره طلبت من عنده بعض الروابط حتى اقرأ عن المنتجات وبالطلبت من عنده ان يوفر لي المنتجات المطلوبة الحالة فتعذر الحصول على المنتجات في وقته كان ما توجد المنتجات بصورة مستمرة في ذاك الوقت وخلال هذه الفترة وقعت الحر في بلدنا الحبيب وخرجنا من محافظتنا العزيزة وشغلنا بكثير من الامور اهمة كانت متابعة الاخبار بصورة مفرطة يعني احيانا اتقلب بين قنوات الاخبار لأكثر من 10 الساعات باليوم بصورة مستمرة لمتابعة الاخبار ومتابعة الوضع الراهن فزاد الامر تفاقما للحالة الصحية خلال هذه الفترة تواصل معي الاخ الحبيب وذكرني بالموضوع السابق اللي طرح علي حول الشركة فوجدت امر مناسب بلغت حول للروابط خلينا نعمل امليتر فرش بالقراءة عن الشركة والمنتجات ومزايا الاخرى دخلت الروابط للشركة وبدأت معي رحلة البحث العميق عن هذه الشركة حقيقة وجدتها مشروع متكامل وهو ما كنت احلم بي خاصة بعد انهيار قناعات سابقا كنت احمل هذه القناعات وسابقا كنت اظنها هي قناعات جيدة وحقيقية وصحيحة هي قناعة الامان الوظيفي ومسأة احادية الدخل وعدم اهمية تعدد مصادر الدخل وغيرها من القناعات اللي ادت الى ما وصلنا اليه بدأت بالدراسة المشروع من كل نوحي حقيقة انا رجل متخصص في كثير من المجالات في المجال الصحي وشغلت كثير من الاعمال في المجال التجاري وعندي شهادات في الجودة وعندي ما يؤهني للبحث في اي مسألة واخرج بنتيجة حقيقية نتيجة جيدة علمية بحثت الشركة من ناحية الصحية ومنتجاتها واثرها فوجدتها من اعظم المنتجات الموجودة والمتوفرة في المصادر البحثية الكثيرة بحثتها من ناحية التجارية واثرها وجدوى العمل من ناحية اقتصادية بحثتها من ناحية الشهادات والموثوقية كون ان الشركة حائزة على الكثير من الشهادات وهذا امر يهمني كون جهة علمية مختصة في جانب الشهادات والجودة العالمية بحثتها من الجانب الشرعي كون ان الانسان خاصة احنا نتحر الجانب الحلال والحرام لان كثير من الامور ممكن الانسان يحقق مداخل محرمة بامور اقل واسهل لكن بما أنك تدخل في جانب تظنه مشروع حياة فلابد أن يكون مصدر رزق حلال فدرست من جميع هذا النواحي والحمد لله حققت جميع الأعمدة هذه التي تعتبر أعمدة للثقة في أي مشروع حتى تقف على أرض ثابتة يجب أن تكون هذه الأمور متوفرة في هذا المشروع فوجدتها كلها متوفرة بل هي راسخة بعد هذه الدراسة الحقيقة تكونت عندي قناعة وأصبحت عندي وضحورية وفعلا وجدت أن هذا المشروع هو اللي سيحقق أحلامي وأهدافي ويعوض ما فاتني من خير كثير يعوض ما فاتني من خير كثير لي ولنفسي ولأهلي ولمن أحب وجميع ما عارفي فهو خير متعدي ودائما نقول هو نفء متعدد وخير الناس أنفعهم من هنا كانت الخطوات الأولى ومحطة الأولى في رحلتي مع مشروع غير حياتي إن شاء الله في الجزء الثالث راح أدخلكم ببعض التفاصيل حتى نستفيد من هذه الانتقالات وكما يقال ابدأ من حيث انتهى الذي قبلك ستكون ناجح إن شاء الله قد تكون هي قصتك إذا بدأت بنفس المقدمات فإن شاء الله تعالى ستحصل نفس النتاج أول ما حط لي في هذا المشروع الرياضي الذكي أنه كونت عندي قناعة كبيرة بأن هذا المشروع هو مشروع الحياة ومشروع اللي راح أغير من خلال حياتي وأصبحت عندي وضوح رأي كبير ويقين بالنجاح بعد تفق الله سبحانه تعالى من خلال دراسة مستفيضة عن المشروع من عدة نواحي مثل ما ذكرت من ناحية القانونية ومن ناحية الصحية ومن ناحية الشرعية ومن الجانب المالي من حيث جدوى العمل مع هذه الشركة فوجدت نفسي أمام مشروع كبير جدا كان ينقصني مثل هذا المشروع يحقق كثير من الأهداف وتعويض ما فاتني من فرص في بداية الشبابي قبل وبعد الحصول على الوظيفة الأكثر أمر أثار جاء بحقيقة بمثل هكذا مشاريع ريادية ذكية وعصرية أنها ذكية وعصرية وتتناسب مع كل زمان ومكان وكل شخص ممكن أن ينجح بها بمختلف خلفية العلمية أو خبرتها أو أي جنس سواء كان ذكر أو أنثى والأجمل من هذا أن هذه المشاريع ذكية وريادية لكن من دون الاحتياج إلى رأس مال أو مخاطرة ولا تتعارض مع أي وظيفة والتزام بعمل آخر فمثل هكذا مشاريع تعتبر فرصة كبيرة للموظف تعتبر فرصة كبيرة لربة البيت تعتبر فرصة كبيرة لمن ليس لديه دخل أو كان لديه دخل محدود الجميل بالموضوع أنت العنصر الوحيد اللي يغير نتائج المعادر في النجاح أن هذه المشاريع جميلة وكبيرة لكن أنت العنصر الوحيد المؤثر فبالتالي أنت من يحدد دخلك وأنت ستكون مدير نفسك وتدير عملك من أي مكان وفي أي زمان طبعا بدأت الخطأ الأولى كما يقال الواثق يمشي ملكا لما كونت هذه القناعة بدأت بخطوات ثابتة وراسخة بدأت بإتقان أساسيات النجاح يحتاج لكل مشروع وبدأت بتطوير المهارات الشخصية حتى أزيد من فاعلية وأثر المنتج وكنت حقيقة كثير البحث والمطالعة في كلام أصحاب الخبرات في مجال المال والأعمال والمشاريع الذكية واجهتني كثير من التحديات خاصة في بداية الطريق وبداية الرحلة وهذا طبعا الأمر لكن عكسته بصورة إيجابية بعد تيقني من صحة المشروع وجدوى العمل فيه على أن هذا المشروع هو مشروع حقيقي وهذه التحديات أكدت لي أنه أنا على الطريق الصحيح لأن غالب الناس ما يكون لهم تحديات حقيقية فاعلم أنك على الطريق الصحيح أنا كنت مهتم جدا أن يكون من حاولي مستفيد من هذا المشروع وهذا أحد أسباب النجاح في هذا المشروع أن هذا المشروع ممكن أن تنفع كم هائل من الناس وتنفع من تريد بعد ما يقرب من ثلاث سنين الحمد لله تمكنت من التفرغ لمشروعي بصورة كاملة واتخذت قرار جريء نادر في هذا الزمان أن يقدم أو يقدم عليه أحد أن يقدم إجازة شبه بدون راتب تقريبا هي إجازة لفترة طويلة بدون راتب طبعا هذه الإجازة من الوظيفة تعتبر في غالب وقتنا ولما تطرحها لكثير من الناس تعتبر مخاطرة خاصة أنك في مشروع جديد ومشروع ذكي ومشروع قد يجهلها كثير من الناس لكن واثق الخطى يمشي ملكا كما يقال فذاك بدأت مرحلة جديدة وانتقلت من العمل بصورة جزئية وعمل بصورة مؤقتة وعمل بصورة جانب وقتي إلى العمل بصورة كاملة تبدأ معها أول خطوات العمل بعمق وخطط طويلة المدى كوني ذو خلفية علمية وخلفية تجارية دائما أسعى كنت غالبا في عملي التجاري أو عمل وظيفة أن أستمر بتطوير مهاراتي الآن مشروع نذكي مشروع ريادي مشروع يعتمد بصورة كبيرة على الشخص الذي يقوم بالمشروع فأول ما عمت إلى تطوير نفسي وتطوير فريقي بكثير من المهارات المتنوعة سواء في مهارات إعداد المدربين أو لدورات تخصية في التقنيات الحديثة أو التسويق الحديث أو وسائل التواصل الاجتماعي مع دورات تخصية كثيرة متنوعة ولازلت لحد الآن في تطوير الذات لأن حقيقة العالم في تطور سريع وكلما كنت أنت متطور ومتناغم مع هذه التطورات ستكون ذو أثر كبير جدا الحمد لله الآن أعيش أفضل أيام حياتي حققت كثير من الأحلام حققت كثير من الأهداف وجعلت لي رسالة أراها سامية أنه مساعدة أكبر عدد ممكن من الناس للاستفادة من هكذا مشاريع يادية نافع للجميع وذات أثر متعدي ونفع متعدد والآن من فضل الله تعالى علينا ثم بسبب جهود المتغافرة وتطوير المستمر لهكذا مشاريع الآن المئات بل الآلاف من البيوت أصبح لها مصدر دخل رئيسي من خلال هذا المشروع أو مصدر دخل ثانوي وخير الناس أنفعهم حقيقة هذه قصتي على عجالة بدقائق بسيطة أحببت أن أنفعك بها وتنتفع بها لأن النتائج ستكون أفضل إذا اتخذت نفس المقدمات فقد تكون نتائجك أفضل من نتائجي لأن السعيد من وعظ بغيره والذكي يبدأ من حيث انتهى الذي قبله نراكم بخير إن شاء الله تعالى ودمتم بود ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر